يا رب يحفظكم ويحفظنا ويشفوا كل مريض قلوا آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع بروفة النهاردة عن جرثومة الحمل وتأثيرها الخطير على الجنين وعلاقة تلك الجرثومة بالقطة وفي بروفة النهاردة هنتكلم عن جرثومة الحمل وما مدى شيوع داء المقوسات وكيف تؤثر جرثومة الحمل على الجنين وكيفية الوقاية من جرثومة الحمل وكيف يتم تشخيص جرثومة الحمل وعلى شان نتعرف على المعلومات بشكل أدق وأوضح يلا بينا الروح لتفاصيل بروفة النهاردة جرثومة الحمل ما هي؟ قد تحتوي الفضلات الصلبة للقطة على طفيل يسمى التوكسوبلازموس وهو ما يسبب الإصابة بداء المقوسات وهو عدوى نادرة ولكن من الممكن أن تحدث لأي شخص غير النساء الحوامل ولكن عندما تتطور هذه العدوى أثناء الحمل تعرف حينها بجرثومة الحمل تنتقل العدوى عن طريق فرو أو فضلات القطط كما يمكن أن توجد في الماشية وتنتقل عن طريق تناول لحومها بدون الطهي الكافي أو تناول فواكه أو خضروات ملوسة بالطفيل وتتميز أعراض مرض القطط بالحمى والإعياء وتضخم الغدد اللينفاوية ولكن في بعض الأحيان قد لا توجد أعراض على الإطلاق ما مدى شيوع داء المقوسات؟ داء المقوسات أو جسومة الحمل هي أكثر شيوعا في المناطق ذات المناخ الحار والرطب أكثر من 50% من السكان في وسط وجنوب أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية يعانون من داء المقوسات كما أن هذه العدوى شائعة في فرنسا ربما يرجع ذلك لتفضيل تناول اللحوم غير المطبوخة بدرجة كافية وهناك إحصائية تفيد بأن واحد من بين كل ألف إلى تمن تلاف طفل في الولايات المتحدة يولد ولديه مرض القطط إن العيادات البيطرية وملاجئ الحيوانات وعمليات تعبئة اللحوم تعتبر بيئة خصبة لانتقال المرض كيف تؤثر جسومة الحمل على الجنين؟ بالنسبة للنساء اللواتي ليس لديهن حصانة ضد داء المقوسات فإن التعرض لهذا الطفيل قبل أو أثناء الحمل يسبب إصابة الجنين فعندما تصاب الأم بعد الأسبوعين العاشر والاربع وعشرين من الحمل فإن خضر حدوث مشاكل حادة في حديث ولاده يبلغ حوالي من خمسة إلى ستة في المئة ولكن إذا تمت الإصابة خلال السلس السالس من الحمل يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة ولكن خبر حدوث ضرر عليه يكون أقل حيث أنه بالفعل قد مر بالتطورات المهمة وتشمل التأثيرات على الجنين في حالة إصابته مبكرا ما يليه الولادة المبكرة انخفاض الوزن عند الولادة الحمى واليرقان تشوهات الشبكية التخلف العقلي حجم الرأس الغير طبيعي التشنجات وتكلس الدماغ كيف يمكن الوقاية من جرسومة الحمل هناك بعض النصائح والخطوات التي ينبغي القيام بها للوقاية من دائل القطط أو جرسومة الحمل وذلك كما يلي تجنب التعرض لبراز القطط وعدم التعامل مع الأدوات الخاصة بهم ابقاء القطط بعيدا عن أواهي الطهي عدم إعطاء القطط اللحم النيئ غسل اليدين جيدا مع ملامسة اللحم النيئ أو ملامسة القطط ضهي اللحوم جيدا وتنظيف الأواني بشكل مستمر اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لمنع انتقال العدوى كيف يتم تشخيص جرسومة الحمل يقوم معظم مقدم الرعاية الصحية بفحص المناعة ضد داء المقوسات قبل الحمل أو خلال الزيارة الأولى بعد الحمل يمكن أن يحدد فحص الدم ما إذا كانت الحامل قد تعرضت للإصابة به أم لا إذا كان داء المقوسات أو جرسومة الحمل موجودا أثناء الحمل سيتم إعطاء العلاج بالمضادات الحيوية لعدة أشهر لتقليل خبر حدوث ضرر شديد للطفل